صراحة أنا أردب دي ويا أهلي في قضاء الحسينية شمالي بغداد تحديدا حي الزهور منطقة الضباط محلة 225 والاستغاثات مستمرة بعد مطرة وحدة صارت مطرة وحدة أكثر من أسبوع صار لها مطرة وحدة بس بينما كل الدلائل والمتنبئين الجوين يتحدثون بأن هناك موجة مطر لربما رح تبدي بالأيام القليلة المقبلة وتستمر كم يوم لكن لما نحكي عن الحسينية أنا هاي المشكلة يعني أنا أحملها بداخل لأنه والله مو أول مرة مو أول مرة أطلع في ستوديو التاسع وأحكي باسم أهلي بالحسينية ويقول يا جماعة عيب ترى أنا قبل أشهر تقريباً خمسة شهر أيضاً طلعت وقلت يا جماعة الحسينية هذا واقعها التبليط شوكتي يخلعها صار لي رح يصير ستة شهر همين مو خمسة شهر ويقول يا با التبليط شوكتي يخلص التبليط يا جماعة وين شركة التبليط وينك عيني حاجة سعاد ما شو اسمك أبو التبليط أبو الشركة وينك ليش هالتأخير مدارس الطلاب ما جايد يقدر تروح لأنه لا يقدر يعبرون بهالخيسة ولا يقدر يوصلون ولدهم للمدارس وبناتهم للمدارس كهرباء ما أكل أنا أنا أكلمكم كهرباء ما أكل بالحسينية حي الزهور ما أكل كهرباء طيب يا أخي كهرباء ليش طافية والمجاري ليش ما تسووها وشركة الشركة مال التبليط هذا منه هذا منه مدعوم من منه يعني أنا أحسن الظن نرجع لزيم المخرج بابو محمد سيد حسام الساعدي لأنه الرجل يعني إلى المواقف المشهودة كقائم مقام قضاء الإحسينية بس يا بابو محمد ما يصير يعني هذا السكوت يفترض توصلها يقول المحافظ وين يا بابي المحافظ المحافظة ليش ساكته أبو الشركة ليش ساكتين هم مع بالهم أنه خلص تمشي تمشي ماكوش يمشي ماكو المحافظ جاي ندق عليه وندق على مكتبة مثل ما بلغتني البروديوسر يعني منسق البرنامج والعلاقات العامة خلود الزياد يقول ما لقيت واحد منهم صح له غلط يا دكتور علي زكي اش قالت لك خلود الزياد قالت ما جاي يردون طيب إذا ما جاي يردون من اللي يرد من هو من هو هاي اللقطات عرضها كاملة هاي اللقطات صار يعني هاي ترى أشهر لعبها الكوب بهاي المطرة بالمطرة صارت النزيزة بس قبلها صار ستة شهر من طلعته حشيته ووعدنا وطلعوا ويانا باكت القائم مقام سيد الله يذكره بالخير ذاك القائم مقام وقع راح نحل وراح نسوي وراح وإلك صدقنا مثل ما هاي أمنا هاي الحجية خطيات تقولي أحمد تقولي شين القصة لا كهرباء لا خدمات والله العظيم الناس قبل أرجع لي زي مخرج هي تربط أحتيها بقلبي أهل الحسينية قبل موجود سمحت سيد مقتد الصدر الله يعزه والكتلة الصدرية فيناجدوهم يروحون الناس يشتغلون هالسا يناجدون من هو إلا عليكم من يناجدون والله خلكوا صادقوا يأكم يناجدون من يسا يعني لو سيد مقتد الصدر يشتغل لو ما تشتغلوا لو الكتلة الصدرية تشتغل لو ما تشتغلوا يصير هذا الكلام بالألفين وعشر راح نودع بعد يومين نبدي عام جديد يا رب خير على كل العراقيين اللهم آمين ما يصير والله ما يصير لسانكم مش طولاته من يشوفكم بالاتخابات من كل الكتل شطولات لسانكم نسوان وزلم من نصير الاتخابات وحطيت الفوز بجيبكم يسيت المواطن